بعد موافقة إدارة تلفزيون الجماهيرية الليبية على شرائه دعيت من قبل مدير عام التلفزيون للحضور شخصيا إلى طرابلس لقبض المستحقات المالية لتعذر التحويل الخارجي حسب القوانين الجديدة يومها وصلت طرابلس العاصمة في منتصف نيسان 1981 ومن اليوم التالي لوصولي ولمدة ثلاثة أيام كنت أدور بين مكاتب إدارة الإذاعة المرئية طبعا يسموها المرئية لأن كلمة تلفزيون غربية استعمارية محرمة حتى أكملنا حفلة التواقع والأختام أخيرا وتسلمت إذن الصرف قبل الظهر بقليل وكنت قد حجست مقعدا على الطائرة عائدا إلى أثناء في اليوم التالي ولكي أقبض المستحقات أبلغت بأن النظام المصرف الليبي يومها يفرض على من له مستحقات مالية أن يدفع ضريبة المبيعات قبل أن تصرف له أي مستحقات وكان هذا غريبا معجيبا إذ المفروض أن تقسم الضريبة عند تسلم المستحقات أو بعدها فمن يضمن أن يدفع المراجع ضريبة على مبلغ قد لا يصرف له لسبب أو لآخر ولكن القانون قانون وما علينا إلا الرضوخ لأحكامه كما كيفما تكون المهم أسرعت مع مرافق من التلفزيون إلى دائرة الضريبة في وزارة المالية طبعا لم تكن الوزارات تسمى وزارات بل أمانات توجهت إلى صندوق دفع الضريبة الساعة 11.45 دقيقة قبل الضر يعني قبل غلق الصندوق بربع ساعة ففرحت لأنني قرأت لوحة أمام الشباك تقول يغلق الصندوق الساعة 12 دورا تماما دفعت المعاملة إلى مسؤول الصندوق فأومأ لي بيده طاردا ورافضا النظر فيها لم يحترمني وقال لي بأنفة وسط صغار وخشونة تعا غدوة وأدار لي ظهره موحيا بانتهاء الحديث قلت له يا أخ والله صدقني أنا مسافر غدا صباحا وما زال على غلق الصندوق ربع ساعة فرد بشمعزاز عنك مسافرت تعا غدوة وأغلق بوابة الصندوق بوجهي بقوة وقرف طبعا غضبت ولكن مرافق الليبي الطيب اللطيف هدأ من روعي ونصحني بالسعود إلى مديره ليأمره بقبول الضريبة وبالفعل كان المدير في غاية الرقة واللطف وحسن الخلق فقد استمع إلى الحكاية واعتذر عن صلافة موظف الصندوق وسألني يا أخ من أية جنسية أنت؟ قلت عراقي قال ونعم الناس وراح يثني على العراق والعراقيين ورفع سماعة الهاتف وتكلم مع مسؤول الصندوق مطولا ثم أقفل الهاتف وقال ما تواخذ يا أخ ضنك فلسطيني وكان العقيد معمر القدافي يومها قد غضب على ياسر عرفات فأمر بترحيل جميع الفلسطينيين من ليبيا إلى مصر بالجملة وبدون رحمة وهنا فهمت أن السيد موظف الضريبة يريد أن يكون ملكيا أكثر من الملك يعني يريد أن يثبت أنه متفانن في تطبيق قرارات الأخ العقيد بأكثر من أولاد القدافي نفسه بعد مكالمة المدير عدت إلى صاحبنا مسؤول الصندوق فوجدته هاشا باشا فأخذ المعاملة وهو ممتسم دون أن يعتذر وتسلم مبلغ الضريبة وختم الأوراق المطلوبة وأعادها إلي والابتسامة أكبر من التي قبلها على وجهه القبيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر